سأعرض لكم اليوم فيلما دراميا وكوميديا ومغامرة من عام 2015 بعنوان بابر تاونز كوينتن هو طفل يؤمن بالمعجزات ولا بد أن واحدة منهم على الأقل يحدث لكل واحد منا تنوعت هذه المعجزات من الفوز بالجائزة الكبرى والزواج من أحد أفراد العائلة المالكة إلى الوصول إلى الفضاء الخارجي لكن معجزته كانت مختلفة تماما فقد كانت جارته الجديدة مارغو روس سبيغلمان كونهما في نفس العمر ويعيشان في نفس الحي أصبح الطفلان صديقين ذات يوم أثناء ركوب الدراجات في الحي وجدوا جثة رجل ميت بالقرب من البحيرة في تلك الليلة نفسها جاءت مارغو متحمسة تدق على نافذة كوينتين كان لديها بعض المعلومات عن الرجل وكان ذلك سببا كافيا لها لبدء تحقيق مما أثار فزعها رفض جارتها الحذرة كسر القواعد والانضمام إليها لها حل اللغز مرت السنوات وما زالت مارغو تطارد الألغاز وتذهب في مغامرات مختلفة ولكن أينما ذهبت تركت وراءها أدلة لأختها الصغيرة أو أي شخص كانت تعتقده كانت جديرة بما فيه الكفاية للأسف لم يكن كوينتين واحدا منهم فقد تباعد الاثنان إنها سنة التخرج وكوينتين غير مقتنع بمحاولات والدته لإقناعه هذه الحفلة الراقصة ستكون ممتعة يتم دفع هذا الفكر بعيدا عندما يرى مارغو مع صديقها ومجموعة من أصدقاء رائعون ينضم كوينتين إلى صديقيه رادار وابن بن هو المهرج في المجموعة وهو أيضا مغازل يحاول أن يطلب من فتاة أن تحضر حفلة موسيقية لكنه يرفض بشدة الرادار من ناحية أخرى هو الحكيم على الرغم من محاولة عائلته تحطيم الرقم القياسي لمعظم سانتا في منزل لا يزال لديه صديقة جادة أنجلا لقد وضع كوينتين قراره على أن يكون طالبا متفوقا على الدرجة الأولى ويلتحق بالكلية ويجد شخصا ما جديد ونسيان مارغو كان كل شيء على وشك التخطيط حتى تلك الليلة الواحدة يتسلل مارغو إلى غرفة كوينتين من خلال نافذته طلبت استعارة سيارة والدته لأن والديها اعتادوا عليها في وقت متأخر من الليل بشكل غير متوقع مغامرات لذلك حرصوا على إخفاء مفاتيح سيارتهم يرجى عجاب والاشتراك في هذه القناة يرجى تقديم دعمك عن طريق التبرع في مربع الوصف أدناه شكرا لك تاج مارغو إيضا إلى كينتين المرتبك ليكون سائقها الهارب للتعامل مع مشاكلها التسعة في الليل تسأل كوينتين عما إذا كان صديقها جاسن لا يمكنه المساعدة بدلا من ذلك ولكن عندما تقول مارغو صديقها السابق يتم وضع كينتين تحت تعويذة والإثنان في قيادة السيارة في ليلة لا تنسى يتوجهون أولا إلى بي جي اس للحصول على بعض الإمدادات للخطة أثناء التنقل حول الممرات يسأل مارغو كوينتين عما ينوي فعله وهكذا يكشف كوينتين عن خطته الكبرى بالذهاب إلى الكلية كطبيب أورام والزواج وإنجاب الأطفال في سن الثلاثين يجد المغامر مارغو ذلك مملا ويخبره أنه ليس عليه الانتظار 12 عاما للعثور على السعادة بمجرد الانتهاء من التسوق تكشف مارغو عن مخططها الرئيسي في الليل الانتقام على صديقها الذي كان يخونها منذ شهور مع أحد أفضل أصدقائها سيحصل الأصدقاء المزعومون الآخرون على نصيبهم من الانتقام كما علموا بالأمر المستمر محنة وأبعدتها عن مارغو المحطة الأولى منزل بيكا يتصل مارغو بوالد بيكا لإخباره أن ابنته تتمتع ببعض الحميمية في القبوي ينزل الأب الغاضب ليطارد الرجل الذي تنام معه ابنته يقفز من النافذة في الوقت المناسب تماما لكوينتين ليأخذ الأمر الأكثر إحراجا صورة الطفل الأكثر شهرة في المدرسة الثانوية وكذلك صديق مارغو السابق جيس بينما تخوض بيكا جدالا فوضويا مع والدها يتسلق بطلا الليلة إلى غرفة بيكا تترك مارغو للخائنة سمكة كريهة رائحة في خزانة ملابسها ورقة لصقة وترشى لها التوقيع ميم المحطة التالية لاسي تغلف مارغو سيارتها بغلاف بلاستيكي معلمة أنها غلاف لصداقتهما نقطة الانتقام الثالثة والأخيرة شاك بارسون أفضل صديق لجاسي هذا واحد يحصل على حاجب محلوق كان كوينتين المبتهج الذي يلتزم عادة بمنطقة الراحة الخاصة به قد أمضى للتو أفضل ليلة في حياته تقترح مارغو محطة أخيرة للاحتفال بليلة نجاحهم مبنى سنترست يرفض كوينتين في البداية التفكير في أنه لا توجد طريقة يمكنهم من خلالها الدخول دون كسر القانون الذي لا ينوي فعله لكن مارغو تعرف الحارس الذي يسمح لهم بالدخول يصعدون إلى طابق مرتفع بما يكفي للاستمتاع بالمنظر الخلاب للمدينة تقول مارغو أن المدينة جميلة من بعيد لكنها أقبح من قرب تماما مثل كل شيء أخر تقول كوينتين أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لها تم التهرب من المجاملة بنجاح يشير مارغو إلى أن هذه مدينة ورقية مليئة بالمنازل الورقية والشوارع الورقية خلال أحد عشر عاما من العيش هناك لم تقابل أي شخص يهتم بشيء ما حقا يهم يحاول كينتين عدم الشعور بالإهانة من ذلك ويطلب من مارغو الرقص أثناء عزف موسيقى الجاز في الخلفية آمل أن تكون هذه الليلة بداية بدايات جديدة له وله مارغو كوينتين يسأل عما إذا كانت الأمور ستكون مختلفة في اليوم التالي يرد مارغو بعناق شديد ويصر على ألا يلتزم كوينتين براحته منطقة في اليوم التالي يمتلئ كوينتين بالأمل في الحصول على فرصة مع مارغو تماما كما يتخيل سيناريوهاته الفاضلة يدفعه جيس ضد الخزانة لكن كينتين لا يسمح لام جيس بتهديده ويظهر له الصورة من الليلة الماضية لم تحدث خطوة كوينتين التالية أبدا لأن مارغو اختفت ولم تأتي إلى المدرسة أبدا بعد تلك الليلة عندما عاد كوينتين إلى المنزل وجد والدي مارغو في منزله جنبا إلى جنب مع اثنين المباحث يسألون كوينتين متى رأيها آخر مرة وما إذا كان لديه أي فكرة عن مكان وجودها الأولاد يتسكعون في غرفة كوينتين ويتحدثون عن حفلة التخرج وصديقات بن الخيالية وردار الذي ينقذ علاقته الحميمة مع أنجلة حتى بعد التخرج عاد كوينتين من دورة المياه وقبل أن يعود إلى مقعده لاحظ ملصقا في نافذة مارغو يتوجهون إلى منزل مارغو لمزيد من التحقيق تفتح أختها الصغرى الباب قائلة إن والديها في المركز التجاري ولا يمكنها ذلك دع الأولاد يدخلون لأن مارغو لا تحب وجود غرباء في غرفتها ومع ذلك أمتثلت بعد أن سلمها كوينتين بعض المال يجد كوينتين الألبوم المقابل للملصق الموجود على النافذة يربط ابن ذلك بكتاب يأخذه كوينتين إلى المنزل يقرأ طالب المدرسة الثانوية الكتابة ويلتقط القرائنة في اليوم التالي صاد فلاسي في ردهة المدرسة توضح صديقة مارغو السابقة أنها تعرضت للظلم ولم تكن لديها أي فكرة عن بيكا وجاسون يلتقط الدليل من كتاب فك الأقفال من الأبواب يعود كوينتين إلى غرفة مارغو رشوة أختها مرة أخرى لكن لم تكن هناك أدلة وراء الأقفال في الواقع وجد الدليل وراء ازدحام بابه إنه عنوان اتصل بالرادار بالذهاب على الفور لكنه رفض القول إنه حي سطحي وإلى جانب ذلك لديه خطط مع صديقته أنجلة في صباح اليوم التالي يترك الأولاد المدرسة لأول مرة ويتوجهون إلى العنوان إنه متجر مهجور به رفوف مختلفة ومجلات رود أطلس مكتوب على الحائط سوف تذهب إلى المدن الورقية ولن تعود أبدا بالعودة إلى المدرسة فقد الطالب المستقيم الأول اختبارا مفاجئا أثناء خوض مغامرته الصغيرة اليوم السابقة يصطدم كوينتين با لاسي الذي يسأله إذا كان هناك أي أخبار عن مارغو أخبرته أيضا أنه سيكون هناك حفل في جيسز وأن الجميع ذاهب بعد انتهاء الدرس يعود كوينتين إلى السوق المهجوري ينجرف إلى النوم ولديه حلم حول مارغو مكالمة هاتفية من بن مخمور يوقظه رادار يستعيد الهاتف ويطلب منه ذلك تعال لأنه قد تكون هناك أدلة في منزل جيس عندما يذهب إلى دورة المياه ليأخذ تسريبا يجد لاسية جالسة بمفردها في حوض الاستحمام طلبت منه الانضمام إليها ولديهم حديث صادق عن قضايا لاسي يذهب كينتين إلى غرفة جيس ويجد مجلة رود أطلس مثل تلك الموجودة في السوق لكن هذا كان قد كتب على صفحته الأولى ملكية السيدة وكان مارغو المجلة لها صفحة ممزقة يعود الأولاد إلى مركز التسوق ويغنون أغني البوكيمون للتغلب عليها خوفهم من الدخول في ذلك المكان المظلم لاسي الذي يتابعهم منذ مغادرتهم الحفلة ينضم إلى البحث يعثر كوينتين على الخريطة المفقودة ويؤدي إلى أغلو في شمال ولاية نيويورك إنها مدينة ورقية مما يعني أن لا أحد يعيش هناك ولكن عندما يتحقق الرادار من ويكيبيديا يرى ملف تعديل حديث يوضح عدد السكان كوينتين مقتنع الأن بوجود مارغو هناك ويشجعه بن على الذهاب إلى هناك للبحث عنه لها وهكذا انضم لاسي والصبيان أيضاً قبل بدء رحلتهم على الطريق يطلب منهم رادار التوقف عند منزل أنجلا وهكذا ينتهي الأمر بأنجلا بالانضمام إلى المجموعة في مغامرتهم على الطريق يجري الرادار حسابات للعودة بالزمن من حفلة موسيقية أربع هو عدد التوقفات المسموح لهم بالقيام بها لكن بن الذي شرب الكثير من الجعة هو الليلة السابقة على وشك تدمير خطتهم يقدم لاسي له بعض العلب للقيام بعمله لكن هذا لا ينتهي بشكل جيد لذلك يتعين عليهم التوقف عند أقرب محطة وقود لملء الوقود والحصول على الوجبات الخفيفة والقمصان للأضرار التي تسبب بها بن كل ذلك في ست دقائق وعشر ثوان إضافية للرجوع إلى جمل سائق الطفل هو أمين الصندوق الذي يقف خلف المنضدة ويحاول التحرك على لاسي من المؤكد أنه كان بإمكانه القيام برحلتهم التي تستغرق ستة وعشرون ساعة بشكل أسرع عاد كوينتين وطاقمه إلى الطريق حان الوقت ليلاً وينظر كوينتين إلى أصدقائه ويتحدث أثناء القيادة لم يلاحظ وجود بقرة على الطريق لذا أمسك ابن عجلة القيادة وأدارها جمل عليهم الانتظار حتى الصباح للحصول على المساعدة لكنهم يشكرون بن على حركته البطولية يجلس كوينتين ورادار وبن ويتذكرون أيامهم في المدرسة الثانوية وهذا ستكون أخر مرة لكثير من الأشياء فقط عندما يحصل الحنين على أفضل ما لديهن تنضم الفتيات إلى القول إنهن لا يستطعن النوم تأخذ أنجل الرادار في نزهة بينما يبقى لاسي معب بينما يعود كوينتين إلى السيارة لاسي تطلب من ابن أن يذهب معها إلى حفلة التخرج أخير رادار أنجيلا أخيرا عن سر عائلته في مجموعة بلاكس سانتا وينتهي بهم الأمر بالحميمية التي احتفظوا بها بعد التخرج ينتهي الرادار بإخبار الأولاد عنه في صباح اليوم التالي مما يجعل أنجيلا تفوز بالرهان فعلت مع لاسي وصلوا أخيرا إلى وجهتهم لكن لا توجد علامة على مارغو إنهم ينظرون حولهم لكنهم لا يزالون لا شيء لا مارغو ولا أي أدلة جديدة يقترح الرجال أنهم بحاجة للعودة في أقرب وقت ممكن إذا كانوا يريدون القيام بذلك إلى حفلة موسيقية لكن كوينتين يتصرف بعناد إنه مقتنع بأن مارغو ستظهر أخبره بن أن مجرد عدم اهتمامه بحفل حفلة موسيقية لا يعني ذلك لا معنى له للجميع يسلط الرادار الضوء أيضا على حقيقة أنه لم يكن بسبب مارغو فقط ولكن هذه الرحلة كانت كذلك ذات مغزى بالنسبة لهم جميعا حيث من المحتمل أن تكون رحلتهم البرية الأولى والأخيرة معنا لكن بالنسبة لكوينتين كان كل شيء بلا معنى إذا لم يجد مارغو لذلك عدوى جميعا تاركين وراءهم كوينتين بعد أن فقد الأمل اشترى كوينتين تذكرة حافلة للعودة إلى أورلاندو وبينما كان يتصفح الوجبات الخفيفة في السوق رأى فتاة تمر بواسطة يخرج وهو بالفعل مارغو إنها مندهشة من سبب وجود كوينتين وكيف وجد ذلك المكان تبين أنها لم تكن لعبة البحث عن الكنز مع كل القرائن التي تركتها وراءها لقد تركتهم فقط كما فعلت دائما لتخبر الناس أنها بخير ولكن ليس بقصد إقناع أي شخص بمتابعتها يتفاجأ كوينتين من الإدراك المفاجئ وينتهي به الأمر بالاعتراف بحبه لمارغو تدعو مارغو كوينتين لتناول مشروب لشرح الأمور بشكل أفضل كانت تخطط لأخذ هذه الإجازة بعد التخرج لكن صديقها المخادعة فعل ذلك إنها تحتقر كل شيء في هذا المكان ولذا فقد وضعت خطتها موضع التنفيذ على الفور كان مارغو روتس بيغليمان الذي عرفه الجميع مجرد خيال في الواقع لقد كانت مجرد فتاة ورقية أتت إلى مدينة ورقية للحصول على وقت للتفكير تعرف على نفسها ومن هي حقا كانت كوينتين شريكها الأولى في الجريمة وفي تلك الليلة أرادت أن تجعلها الأخيرة تعتذر عن تضليل كوينتين لكنه يشكرها على ذلك لأنها رصف الطريق لكثير من التجارب الجديدة قبل أن يفترق تدعوه للانضمام إليها لكنه يرفض لم تكن مارغو هي الأسطورة المعجزة التي اعتقدها لقد كانت مجرد فتاة ضائعة تحاول لتجد نفسها يتحد كوينتين الاعتقاد الذي كان لديه في البداية فليس كل شخص لديه معجزة كبرى لكن هذا لا يمنعهم من عيش تجارب مذهلة ومقابلة أشخاص استثنائيين المفتاح يلاحظ قبل فوات الأواني النهاية شكرا لمشاهدتك اشترك إذا كنت ترغب في مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو مثل هذا يرجى عجاب والاشتراك في هذه القناة نحن بحاجة إلى دعمكم للحفاظ على عمل هذه القناة يرجى التبرع في مربع الوصف أدناه شكرا لك